في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومحاصرة حريات العبادة ولن يتحقق السلام والاستقرار والأمن ما لم يتجسد حلم أطفال فلسطين حق أطفال فلسطين في الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني هذا هو الحق الفلسطيني وهذه هي الحقيقة التي يجب أن يدركها كل من يريد الأمن والسلام لمنطقتنا الزملاء الأعزاء الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان لا سلام ما بقي الاحتلال ولا أمن ما ظل الظلم الإسرائيلي ينكر إنسانية الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة والحرية والكرامة والأمن والدولة اعترفوا بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة اقبلوا دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة افعلوا ذلك نصرة للحق انتصارا للسلام رفضا للظلم وصرخة في وجه الباطل لا تتركوا مستقبل المنطقة مستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين وكل شعوب المنطقة رهينة ظلامية عنصريين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية يدفعون المنطقة نحو دمارية الحروب وكارثية الفوضى ويحاصرونها في ضيق الكره والظلم والحقت الزملاء الكرام خطر التصعيد وتوسع الحرب على غزة إقليميا يتزايد مع كل لحظة يستمر فيها العدوان ويتعمق فيها القهر ويتكرس فيها الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وتغيب فيها آفاق الحل السياسي أكثر ظهرت بوادر هذا التصعيد جليا منذ أيام حين ردت إيران على قصف إسرائيل لقنصلياتها في دمشق إيران قالت إنها لن تصعد أكثر يجب منع الحكومة الإسرائيلية من التصعيد أكثر أيضا ومن جر الغرب إلى حرب إقليمية تدفع الانتباه بعيدا عن الكارثة في غزة مع تزايد الضغط الدولي المطالب بإنهائها وقف التصعيد ضرورة إقليمية ودولية ويجب أن يبدأ بإنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يستمر في مفاقمتها هذه هي القضية الأساس وعليها وعلى وقف القمع والقهر والبطش في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وعلى إيجاد أفاق حقيقية للسلام العادل يجب أن يظل التركيز الزملاء العزاء ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية إذ نؤكد ضرورة العمل جميعا من أجل الحقول دون المزيد من التصعيد لن نسمح لأي كان لا لإسرائيل ولا لإيران أن يجعل الأردن ساحة للصراع سنحمي أمننا وأمن مواطنين وسنتصدى بكل قدراتنا وإمكاناتنا لأي محاولة لخرق أجوائنا وتعريض أمن مواطنين للخطر سواء من قبل إسرائيل أو من قبل إيران أو من أي كان وستظل المملكة الأردنية الهاشمية تقف مع الشعب الفلسطيني الشقيق ستبقى صوتا للحق الفلسطيني وقوة من أجل السلام العادل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيله الوحيد جولة الباطل في فلسطين طالت جاوز ظلمها المدى وتجاوز قهرها كل الحدود لن يستطيع التطرف الإسرائيلي مهما بطش ومهما ظلم أن يقتل إرادة الشعب الفلسطيني في الحرية لن يجلب العدوان على غزة الأمن لإسرائيل ولن يحقق السلامة تكريس الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتهديد هوية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف العربية والإسلامية وحده السلام الذي ينهي الاحتلال ويلبي الحقوق يضمن الأمن والسلام للفلسطينيين وللإسرائيليين يجب على مجلس الأمن اتخاذ قرار ملزم بوقف النار في غزة هذا قرار يستوجبه مسؤولية المجلس القانونية والدمار الذي تسببه الحرب على غزة ولا يمكن السماح لإسرائيل باختحام رفح فذلك سيعني السماح بارتكاب مجزرة جديدة ضد مليون وخمسمائة ألف فلسطيني محاصرين في المدينة نحذر من هذا الهجوم ومن تداعياته يجب على مجلس الأمن أن يلزم إسرائيل عدم اختحام رفح وندعو الجميع إلى دعم الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لصفقة تحل قضية الرهائن وتتيح وقفا للنار لا شيء يبرر أيضا عدم اتخاذ المجلس قرارا يلزم إسرائيل فتح كل المعابر أمام المساعدات الإنسانية المجاعة في غزة حقيقية ولن تلب احتياجات أهل غزة الإنسانية ما لم تفتح جميع المعابر وتمكن منظمات الأمم المتحدة وخصوصا الأنروا من العمل بحرية واستلام المساعدات وتوزيعها ونحن في المملكة جاهزون لإرسال أكثر من خمسمائة شاحنة يوميا حال أزالت إسرائيل العقبات أمام ذلك والسماح لمنظمات الأمم المتحدة استلام المساعدات وتوزيعها يجب على المجتمع الدولي إطلاق تحرك دولي فاعل وفوري يضع المنطقة على طريق تنفيذ خطة متكاملة لتنفيذ حل الدولتين بتواقيت زمنية محددة وبضمانات تنفيذ ملزمة ونحن وأشقاؤنا سنكون شركاء فاعلين في هذا الجهد نقوم بكل ما نستطيع لإنجاحه لكي ينتهي الصراع وتنعم منطقتنا بالسلام والأمن اللذين تستحق ومرة أخرى نقول لكم افرضوا هذا السلام اعترفوا بالدولة الفلسطينية واضمنوا الأمن والسلام والاستقرار لكل المنطقة ولكل شعوبها شكرا لكم